اللقطة الحلوة يعني امبارح البطلتة المصرية جهانا فاروق اللعبة النادي الاهلي ومنتخب مصر في الكاراتي والمتواجه ببرونزية أولمفيات توكيو 2020 هي اللي رفعت العالم المصري في حفل ختام دورة الألعاب الأولمفية طبعا بحضور عدد كبير جدا من الأبطال المشاركين في هذه الأولمفيات من ناحية تانية بكرا ان شاء الله يوم الثلاث البعثة وأبطالنا هيوصلوا للقاهرة ان شاء الله سالمين غانمين في تمام الساعة 11 صباحا من الشخصيات الرياضية ورؤساء الانتحادات المعنية وممثلي الاندية وبرضو عايزين نقول لحضراتكم ان مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة كابتل محمود الخطيب قرر تفويض الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة لحضور مراسم استقبال البطلة الأولمفية جيانا فاروق ابنة النادي الاهلي والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمفيات توكيو 2020